أعتقد كمان الجهاز الفاني بالخيادة طبعا العظيم. أنا حقول باتسون موسيماني. حيكون ليه ترتيبات كتير قوي في الفترة اللي جاية. فترة التوقف الدولي كمان. عشان مباراة زي ما حضراتكم عارفين. الهلال في أول إبريل. وعايزين كمان نقول لكم إن فيه احتمالات. إن الفرق اللي ممكن نقبلها فيه الدور ربع النهائي. في حالة إن شاء الله يعني تأهلنا. عندنا الوداد المغربي. وعندنا كمان. ده طبعا لو تأهلنا في التأهل الأول منهم والأقرب كمان للوداد. عندنا رجاء كمان المغربي. اللي تأهل أول مجموعته وبطل المجموعة الثالثة. يعني عندنا فرق عظيبة جدا وتحديات كبيرة. بس هنرجع نقول تاني. إحنا عايزين بقى النجمة الحداشرة تكون في الجزيرة. ده اللي إحنا ندين بها كريم لما خدنا النجمة يعني العشرة. وده الطبيعي برضو. لما تيجي تتكلم عن نادي الأهلي. أنت بتشجع نادي. مش نادي عادي. مش نادي وليد اللحظة. مش نادي لسه تاريخه مثلا بيمثل عشر سنين. لأ أنت بتتكلم في سنين طويلة جدا من انتصارات. فأعتقد طبيعي جدا إحنا كجماهير لهذا النادي العظيم. نحن نكون عندنا هذا الطموح. وزي ما أنت قلت. إحنا عايزين نشوف الأداء اللي إحنا نعرفه. عايزين نشوف التاكتكس. عايزين نشوف الإصرار اللي إحنا نعرفه من لعبتنا. حصل دروب عادي جدا كلنا بيحصل لنا دروب. أي فرقة في العالم بتحصل لها دروب.